العقوبات لا تشمل فقط عقوبات مالية مثلاً أو عقوبات بنكية وما إلى ذلك هناك مسائل أساسية يعني دول العالم بحاجة إلى الغرب لكي تقوم بزيادة النشاط الاقتصادي التجاري الصناعي اقتصاد الولايات المتحدة يوازي حوالي نصف اقتصاد العالم الدخل في الولايات المتحدة يعني الانكم ناشنال الانكم الدخل القومي هو بحدود 33 تريليون دولار إذا أضفت إلى ذلك الدخل القومي في أوروبا هذا يشكل أكثر من ثلثي الدخل العالمي كيف يمكن مثلاً للصين أن تتخلى عن الولايات المتحدة وهي تعلم جداً بأننا نستورد من الصين في كل سنة بحدود نصف تريليون دولار علينا أن نتذكر بأن الصين أصبحت غنية بفضل الولايات المتحدة وليس بفضل بقية الدول لأنه أول ما بدأت الصين منذ أكثر من ثلاثين سنة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة كانت ترمي إلى بناء اقتصادها ما كان عندهم اقتصاد وكان هناك حرب أهلية دامت أكثر من خمسة واربعين عاماً قتل فيها ملايين من البشر إذن كانت بحاجة إلى الولايات المتحدة واليوم الصين هي أيضاً بحاجة إلى الولايات المتحدة ولو قدر الرئيس ترمبي أن يكون يفوز في الانتخابات في عام 2020 لو وجدت بأن الصين اليوم لم تكن الصين التي عهدتها في السنوات الأخيرة لأنه كان قد وضع نظاماً صارماً ضد الصين من شأنه أن يدمر الاقتصاد الصيني ولكن هذا لم يحصل وفي جميع الأحوال الصين تدرك جيداً بأن إذا الولايات المتحدة قررت سحب الشركات الأمريكية من الصين وإغلاق معاملها في الصين والذهاب إلى بلاد قريبة من الصين مثل فييتنام ومثل الفلبين وغيرها هذا سوف يؤثر على الاقتصاد الصيني أضف إلى ذلك بأن هناك نية لدى الولايات المتحدة ولدى حلفائنا في منطقة جنوب شرق آسيا بإيجاد نوع من الناتو في تلك المنطقة لمواجهة الصين ترجمة نانسي قنقر